بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على شرف المرسلين. ان شاء الله بص يا شبابي النهاردة. عايزين بس نقول نشرح كده مثالين على ايه والفيديو ده هنبعته بازن الله. تمام. الفكرة كلها زي ما احنا قلنا لفتحنا البورت بتاعتنا. انا نتكلم بها مع بعض. قلنا قبل كده ان انا عندي في حاجة اسمها ان ان الضغط الجانبي اللي هو اسمه Italians. قلنا بيساوي عبارة عن مين? قلنا عبارة عن اللي هو الكي مضروба في مين? مضروبة في السجما بالنسبة لي. قلنا الكي بالنسبة لي عندي تلات حاجات. اللي هي الكي اكتف دي بالنسبة لي. وفي حاجة اسمها الكي اللي هو ده معامل الضغط الجانبي الفعال. وده معامل الضغط الجانبي المقويم. ده كل الكلام ده تشرح بل كده. احنا بس مجرد آآ بنرجع السكر لي. وفي حاجة اسمها كي نوت بالنسبالي ده معامل للضغط الجانبي اللي هو السابت بالنسبالنا ودي الاشكال بتاعتهم. انهو بالنسبالي. ادي كي اكتف كي باسف بالنسبالي. بسم الله رحمة رحيل. ما دي كي مين? ما دي كي نوت بالنسبالي. لو نزللنا تحت اهو دي الاشكال بتاعتهم يعني ان الحيطة بالنسبالي ما بتتحركش الحيطة بالنسبة لي سابتة تمام اه بالنسبة لل اكتف ايرس بريجر تمام بالنسبة لي الا هيحصل ان التربة هتزق بالنسبة لي الحيطة تحرك الحيطة الناحية دي فاصبح فيه هنا ديسبلسمنت حركة في الاتجاه اللي هو بالنسبة لي ناحية الشمال بالنسبة لي ان الحاط يحتاج يتحرك متعدا عن مين متعدا عن التربة لكن اللي هو هتلاقي ان بيحصل الديسبلسمنت او الحركة في ناحية مين في ناحية التربة ومفروض كل واحد هيكون لدي كي بالنسبةلنا المهم ان الكي نوت 1-SignF5 وبالنسبة لي الكي Active هي دي المهمة اكتر الكي Active 1-SignF5 والكي بس هي مقلوب الكي Active 1-SignF5 على 1-Sign مين 1-SignF5 زي ما احنا قلنا قبل كده الفكرة كلها هو احنا عايزين�いたعلم دلوقتي إزاي نحسب الضغط الجانبي وده هنا بالنسبة لي التلت حرقات بالنسبة لي اللي بتحصل عندي دي هنا دي في ان الحيطة تتحرك بعيدا عن التربة وهنا ان الحيطة ما تحركتش في حالة وهنا الحيطة تحركت ناحية من ناحية التربة والكلام ده كله بالنسبة تمام تعالي ناخد بسي الكيسز المختلفة للاترال ايرس بريجر نتعلمها اول طريقة مفروض بناخدها اللي هي طريقة رانكينج بالنسبة الفروض بتاعت رانكينج اي يا شباب اي عالم بالنسبة لنا لما يجي يحط طريقة لازم يحط فروض لأسامشن الفرض ده دايما بيكون في كل الفروض ان التربة بالنسبة لي هوموجينيوس يعني تربة متجنسة وفي تربة ايزوتروبك يعني متساوية الخواص في جميع الاتجاهات وفي تربة اسمها دراي تربة جفة بالنسبة تاني حاجة افترض ان التربة كوهيجن لس سويل يعني تربة فاي سويل يعني تربة مثلا ساند جرافل وهكذا افترض ان الوال اس فيرتيكال يعني هو افترض بالنسبالي, ان انا عندي عادي حيطة ادي حيطة وهنا بيكون ان الاحتكاك ما بين الحيطة وما بين السويل اللي موجودة هنا, اهمل الاحتكاك ما بين الحيطة وما بين مين وما بين التربة بالنسبالي. افترض ان يعني ان السطح الردم هنا خلف الحاقد بالنسبة لي افقي بالنسبة لنا. هي دي الفروض عشان لو قال لك اذكر فروض او الاصامشة بتاع الطريق. تعال بقى ناخد ازاي نتعلم ستيب باي ستيب ازاي نحسب للحالات المختلفة بالنسبة لنا ونشوفها نتعامل معها ازاي ان شاء الله. تعال ناخد اول حالة بالنسبة لي. لو روحنا كده رسمنا اللي هو كيس رقم واحد. ممكن نقسم موضوع نعمل خط كده. نقلل شوية مثلا ماشي. ممكن نقول هنا كيس رقم واحد. نبدأ بكيس رقم واحد. كيس واحد. تمام? تعال نشوف الحالة رقم واحد ونشوفها نتعامل معها ازاي بالنسبة. اول حاجة لو قال لك كده شباب. ادي جاب لك تربة بالنسبة لي. ارتفاع الحيطة دي ستة متر. يعني انا عندي الحيطة دي ستة متر. ادي اول كيسس بالنسبة لنا. لو اداني كده حيطة طولها ستة متر. واداني الفوي بتلاتين درجة. واداني الجامب والك بكام بسبعة عشر. اول استيب يا شباب بنشوفها. اول حاجة بنشوف انا عندي كام تربة. يعني كام تربة في المسألة. اللي قدامك هي تربة واحدة وطبقة واحدة. يعني في فرق من تربة وفي فرق من طبقة. انا بالنسبة لي قدامي بالنسبة لي طبقة وتربة واحدة. تمام? تاني استيب يا شباب بحدد النقط اللي انا احسب عندها. انا بحدد في بداية. ادي. بداية الطبقة. واده نهاية مين? الطبقة. او بداية ونهاية التربة كمان بالنسبة لي. يبا انا هنا واحد وهنا كام وهنا اتنين بالنسبة لي. يبا دي البداية ودي مين? ودي نهاية الطبقة بالنسبة لي. فانا اول استيب بالنسبالي ان انا حددت النقط اللي انا هحسب عندها دي اول ستيب تاني ستيب يا شباب بروح حسب اللي هو هو قال لي احسب باللاترال او يعني انت محتاج تحسب الاول اللي هو الكي اكتف بالنسبالي ادي الكي اكتف القانون بتاعها قلنا عبارة عن واحد ناقص صين اللي هو صين 30 على واحد زائد صين كام واحد على زائد صين 30 الشكل ده تمام فهيطلع بوينت تلاتة تلاتة بوينت تلاتة ايه بوينت تلاتة تلاتة بكده اول ستيب عندنا ان انا حسب اللاترال ايرس بريجر كوفيشن اللي هو الكي اكتف بالنسبالنا حسبت الكي اكتف ده اول ستيب عندي لانه هو قال لي احسب اكتف ايرس بريجر بالنسبالي قال لي احسب بس في ايرس بريجر فانت بدل الكي اكتف هتكون مين هتكون كي بسف اللي هي واحد زائد صين فاي على واحد من الصين فاي او واحد على مين واحد على الكاك دي اول استيب وحددنا النقط اللي انت هتحسب بعدها تعال تشوف السؤال اللاترال إرس برجر عندنا هنعبر عنه برمز اسمه اي فانا هحسب الاي عند نقطة واحد اول استيب نقطة واحد يا شباب شايلة اي او في اي حاجة فوقها او في اي حاجة قالك لا يبال اي عند نقطة واحد هتساوي كام هتساوي زيرو يبال دي اول استيب عندنا يبال اي عند نقطة واحد هتساوي كام زيرو نجي عند الإي عند بوينت 2 يعني نقطة 2 دلوقتي نقطة 2 يعتبر شايلة التربة اللي فيها ما أنا قلتلك إن الضغط الجانبي بيساوي الكي أكتف طبعا مفروض إن إي 2 بتساوي الإي 1 زايت اللي هو الإي اللي قبلها إبلاص إبلاص مين بقى؟ قال لك أنت كده كده الضغط الجانبي هو هو الضغط الفيرتكال المضروب في الفاكتور اللي هو الكي يبانت أول استيب هتبدأ بالكي أكتف اللي أنت جبتها تمام طب الضغط الرأسي عند نقطة 2 ما إحنا خدناها قبل كده في سنة أنية أو السنة اللي فاتت بالنسبة لنا فهضرب الجاما في الارتفاع اللي هو إتش يعني هضرب في جاما بلق مضروبة في كام مضروبة في الإتش كله يبانا دلوقتي لو عايز الضغط عند نقطة إنه بالنسبة لي نقطة 2 فهنا الضغط عند نقطة 1 بيساوي 0 الكي أكتف اللي هي بونت 3-3 أو تولت بالنسبة لي ما هي بونت 3-3 أو تولت في الجاما بلق كان أورادي ب17 في المسألة في الإتش بستة هيطلع ناتج 34 بالنسبة لي كيلو نيوتن على المين على المتر المربع يبا دي أول استب بالنسبة لنا في المسألة طب تعال أبقى نكمل كده أنا طلعت اللاترال إرس برجال ممكن ترسم توزيعة الضغط ده قالك أوه يعني أنت لو عايز ترسم توزيعة الضغط بالنسبة لي ممكن أمسح دي دلوقتي خلاص الجاما بلق وده بالنسبة لي خلاص حاجات دي راحت فأنا ممكن أرسم توزيعة الضغط الجانبي إزاي أول حاجة بتوصل بينهم بس يا شباب يعني تعالى الضغط عند نقطة واحد ممكن ترسم خط بعيد شوية يعني ممكن ترسم على الحيطة أو ترسم خط عادي بعيد مش تفرق كتير الضغط عند نقطة واحد أورادي بزيرو والضغط عند نقطة اثنين بأربعة وتلاتين فأنت هتعمل خط كده أربعة وتلاتين ده كله بس إيه في ريس كتش بالنسبة لي يبا ده إي واحد اللي هو بزيرو وده إيه اثنين اللي هو بيساوي أربعة وتلاتين بالنسبة لنا إن شاء الله لما نيجي بعد كده ممكن أقول لك إيه سيبلي اللي هو بالنسبة لي الفورسي اللاترال إرث فورسي يعني اللي هي الضغط الجانبي الكوة اللي هتأثر بالنسبة لنا فأنا بالنسبة لي لما أجي أحول ده ده مسلس مفروض إنه هو تركيزه في التلت والتلتين الأول اللي هي بالنسبة لي ستة على تلاتة اللي هي تنين متر يعني هو بيأثر على 6 على 3 وقيمته اسمها I تعال نشوف كيمة الفورص لو أنت عايز تطلع كيمة الفورص بالنسبة لنا ده مساحة مسلس فمساحة المسلس نص القعدة بالنسبة لي اللي هي I2 في الارتفاع اللي هو 6 بالنسبة لي فأنا كده طلعت مين بالنسبة لي يوبى ده أول كيز اللي هي الكيز رقم 1 بالنسبة لنا فيه اللي هو بالنسبة لي اللي هو بتاعة رانكنج بالنسبة لي تعال كده ده الكيز رقم مين الكيز رقم واحد تعالى بقى ننزل تحت شوية ناخد اللي هو الكيز رقم 2 نتعامل ازاي في المسألة بالكيز رقم 2 نزود المسألة شوية تعالى نشوف نتعامل ازاي مع المسألة ارسم لك نفس المسألة برضو قدي نفس المسألة بالنسبة لي وهنا الاتش برضو بستة هنا اداني اداني بستة متر تمام والداني برضو نفس المسألة اللي فاتت يعني انا حط لك هنا برضو الفاي بسم الله الرحمن الرحيم الفاي already بتلاتين يعني احط لك هنا الفاي برضو بتلاتين وديتك برضو الجامبالك بسبعتاشر بس مجرد رحت بديك سريتشارج هنا في المسألة وليكن كيمتو بخمستاشر انا بنقول اي رقم كيمتو بخمستاشر اول استب يا شباب بنتعامل معاه في المسألة ان انا بحسب الكية ما نحسب فين قلنا نحسب عند نقطة واحد وهنا عند نقطة اتنين لان انا بالنسبالي هي تربة واحدة وهي طبقة واحدة فيش اسهل من كده تاني خطوة يا شباب في المسألة بنحسب اللي هو الكية بالنسبالي احنا شغالين كله كي اكتف فالكي اكتف قلنا برضو هتساوي اللي هي تولت في المسألة لان انا بثبت الدول نيجي بقى للضغط عند نقطة واحد هو عبارة عن ايه نقطة واحد دلوقتي بقت شايلة الحمل اللي كنا بتسميه الحمل اللي هو السريت شارج اللي هو كيمته 15 كيلو نيوتن على المتر مربع بس ده بالنسبالي حمل فيرتكال وانا عايزة حوله الحمل ايه الحمل هوريزونتر فانا مضطر ان انا لازم اضربه في الكية اكتف مضروبة في قيمة مين مضروبة في قيمة السريت شارج بداول استبت فانا الكية اكتف بالنسبالي اللي هي كانت اللي هي كانت بتلت في التيمة السريت شارج اللي هو بخمستاشر فتلت بخمستاشر اللي هو خمسة كيلو نيوتن على مين على المتر المربع بالنسبالي يبا دي اول ايه دي اول استب عندنا ان انا حسبت مين حسبت اللي هو اللي هي عند نقطة واحد نيجي بقى اللي هي عند نقطة اتنين اهو تعالى نكتب اللي هي عند نقطة اتنين ونشوفها نتعامل معها ازاي انا عارف ان اللي هي عند نقطة اتنين هي شايلة الإي عند نقطة واحد يعني هي شايلة النقطة اللي قابلها بلص عبارة عن مين بقى شايلة التوربة دي اللي هي التوربة اللي عليها انا عمحسب عن دونوتة اتنين فهي قرية دي شايلة التوربة دي التوربة دي هتضرب اللي هو الكي اكتف لان احنا بنحول الضغط الرأسي لضغط فيرتكال والضغط فيرتكال برضو نفس المسألة اللي فعتت جامبالك في مين جامبالك في اتش فانت لو جيت تحسب الإي عند نقطة واحد اللي هي عبارة عن 5 زائد اللي هي الكي اكتف اللي هي تولت مضروبة في الجاما بولك اللي هي ب 17 مضروبة في ال H اللي هو بالنسبالي 6 فانت تطلع دي 34 34 زائد 5 فانت بالنسبالك بقى الرقم كام 39 انت لو حبيت ترسم برضو توزيعة اللاترالئرس بريجر الموضوع سهل جدا فانا جيت هنا روح تعامل خط اللي انا هرسم عليه اللاترالئرس بريجر خلي بالك هو اينا اللاترالئرس بريجر بدأ بقيمة يعني كان الاول هناك بصفر وبعدين اللي هي اي واحد وبعدين زائد بقى بتسعة وتلاتين فانا بالنسبالي دي اسمها اي واحد ودي بالنسبالي اسمها اي اتنين انت بقى دلوقتي لو انت حابب بقى ترسم بقى اللي هو مين بقى توزع الكوة الكوة بتاعتك ده شبه منحرف هنقسمه مستطيل ومسلس بالنسبالنا انا عارف ان المستطيل دايما تركيزه بيكون في المنتصف يعني المستطيل بالنسبالي لو احنا حبينا نمسح جزء ده خلاص اللي هو الجامبالكو الكلام ده كله تمام انا عارف ان المستطيل دايما بيتركز في المستطيل بيتركز في نص المساحة يعني هنا بيتركز على مسافة تلاتة متر ده تركيز المستطيل وعندي فيه فورس تاني اللي هي بتاعت المسلس اللي هي اي اتنين دي بتركز برضو على مسافة اتنين متر اتنين متر ليه اللي هي اتش على تلاتة اللي هي ستة على مين 6 على 3 دلوقتي انا عايز اجيب قيم عايز اجيب القيم بتاعت الفورسز يعني انا عايز اجيب القيم اللي هي E1 و E2 تعال واحدة واحدة موضوع سهل جدا لو انت حابب تجيب E1 انا عارف ان E1 دي قوة مستطيل مستطيل ادي مساحة المستطيل طب مساحة المستطيل ده اللي هي E1 مضروبة في الارتفاع اللي هو ب6 متر كله دي اول حاجة لو انت بعد كده عايز تجيب الفورسز اللي هو E2 بالنسبالي E2 يا شباب عبارة عن ايه قالك عبارة عن نص القاعدة اركز بقى القاعدة انا عايز اجيب مساحة الحتة دي طب مساحة الحتة دي اللي هي E2 ماينس E1 يعني لستقول كده E2 ماينس E1 مضروبة في الارتفاع اللي هو رقم كام اللي هو رقم 6 بالنسبالي يبا دي الكيز رقم 2 قدامي يبا انا كده دلوقتي شرحنا كيز رقم 1 والكيز رقم 2 ممكن برضو ان دلوقتي نشرح الكيز رقم كام الكيز رقم 3 بالنسبالي الكيز رقم 3 يا شباب لو انا عندي الردم ميل لو جاب لي الردم ميل بزاوية اسمها بيتا بص الاختلاف الوحيد وطبعا هنا الدانيل جامبالك ب17 والدانيل فاي برضو ب30 اهو نفس المثال اللي قدامك ده اللي هو المثال اذا كان الردم ميل ادي البيتا وفاي ب30 جامب 6 والبيتا ب15 درجة بالنسبالي بص اللي هيختلف بس الحاجة الوحيدة اللي هتختلف عندي هو القانون يعني القانون الكي اكتف بس هو لا يختلف والكي بس مفيش حاجة هتختلف يعني هو لو قال لي احسب الاترال ايرس بريجر او الاكتف ايرس بريجر مفيش حاجة هتختلف غير القانون وغالبا الكي ممكن تكون جيفن يعني غالبا الكي هتكون جيفن القانون ده كوزين بيتا انا عارف البيتا اللي هي زاوية الميل اللي هي ب15 يبقى اهو كوزين 15 اعمل شغط الكسر كده كوزين خمستاشر كوزين بيتا ناقص افتح جزر كوزين بيتا ناقص كوزين فاي تربيع وانا الفاي بالنسبة لي تلاتين المهم ان انت هتطلع مين الكي اكتف في بوينت تلاتة تبعنا يبقى ده لو الردم بتاعي ماين هو ده الاختلاف الوحيد بين في اختلاف الكي الكي اللي فاتت كنا بنقول بوينت تلاتة تلاتة اللي هي واحد ناقص سين فاي على واحد زيت سين فاي فكنت بطلع مين فكنت بطلع الكي اكتف لكن لما الردم يكون ماين لما الردم يكون ماين الا هيحصل ان بالنسبة لي الكي اكتف فاتختلف هتختلف ازاي القانون اللي انا هعوض فيه اهو بالشكل ده ممكن يكون جيفن الكي اكتف على طول الفكرة بقى تختلف برضو في الرسم طريقة الرسم لكن طريقة الحسابات ما فياش اي اختلاف خالص تعال هتشوف هنتعامل معها ازاي في المسألة اول حاجة ان احنا بنحدد النقط لها بس ما عندها يعني دي نقطة واحد ودي نقطة كم ودي نقطة اتنين ما فياش مشكلة تعال نجيب الاي عند نقطة واحد انا عارف الاي عند نقطة واحد بزيرو لان نقطة واحد مش هيلا اي حاجة طب تعال بقى نحسب الاي عند نقطة اتنين تعال نحسب الاي عند نقطة اتنين نقطة اتنين قلنا هنقول الكي اكتف اللي هي بقت ببوينت تلاتة تمانية مش بقت بقى بوينت تلاتة تلاتة هتتضرب عادي في الجاما بلك في الـ H ما فيش أي اختلاف في أي حاجة لغاية دلوقتي الكي اكتف بس بقت بدل ما بوينت 3-3 طب بوينت كام بوينت 3-8 تمام مضروبة في الجاما بلك الجاما بلك عندي اللي هي بكام قلنا بـ 17 في الارتفاع قلنا بتاعنا اللي هو بكام اللي هو بـ 6 متر بالنسبة لي فأنا كده طلعت مين طلعت قيمة الـ E2 ما فيش مشكلة بص بعمل ما اجي ارسم بص تعالى نرسم عشان الموضوع ده مهم بالنسبة لنا اهو تعالى هنرسم هنا انا بس هزبط بس التاع عشان نعرف نرسم كويس اهو هردم ساحديك خالص ودي هعمل ردم بس ايه جديد خط كده ايه عشان نرسم عليه مش اكده ادي اهو بالنسبة لي ادي الردم اللي انت هترسم عليه هنعمل ايه بقى يا شباب موضوع سهلي جدا انت وريدي هتبدأ من القيمة من الزيرو يعني ارسم على الحيطة يا عم عادي بفش مشكلة الفكرة كلها هتعمل خط تحت كده اللي هو خط تحت كده موازي للخط الفوق طبعا اهو free sketch موازي للخط الفوق وكل اللي انت هتعمله وطبعا الزاوية دي برضو هتكون 15 درج طبعا احنا نقول ده كله free sketch يعني ده كله free sketch بالنسبة لي ادي 15 درج وتبدأ توصل الايه عند نقطة واحد بزيرو لكن الايه عند نقطة اتنين لها قيمة يعني الايه عند نقطة اتنين بالنسبة لي لها قيمة فانت كلها تعمله هتعمل صفر وتوصل بالقيمة اللي هي ايه اتنين اللي انت جبتها يبقى اصبح هنا بالنسبة لي ايه اتنين بالشكل ده فانا هنا ايه كام ايه رقم اتنين دلوقتي ما فيش اختلاف انا رسمت بس قريدي حتى لو انت عايز تجيب الفورس يعني انا ما عايز اجيب الفورس هنا ايه بص ايه اللي هيختلف بس الفورس عادي هتقول نص تمام القاعدة بالنسبة لك القاعدة اللي هي عبارة عن مين اللي هي ايه اتنين في الارتفاع كله اللي هو ستة بس كل الفكرة ان معنى المساحة اللي انت جدتها دي ان انت بتكمل الشكل آخر انا عايز اشيل اللي هي المساحة اللي تحت اللي هي المساحة الصغيرة دي انا عايز اشيل المساحة الصغيرة بالنسبالي اللي هي الحتة دي اشيلها من الاريا طب اشيلها من الاريا ازاي قالك هتضرب في صين الزاوية المتممة للزاوية 15 المتممة يعني اللي هو 90 مينوس كام مينوس 15 درجة كده انت جبت الاي الاي بقى دي عايز بعد كده تتحللها تتحلل هنا اي كوزين بيتا و اي مين و اي ساين بيتا لكن هو ده الرسم بالنسبة لنا لو انت بصيت اهو بالنسبة لي لو نزلنا تحت شوية بسم الله الرحمن الرحيم اهو حسبت الكي اكتف وبعدين قلت الاي عند نقطة واحد الاي بزيرو مفش اي حاجة وجيت الاي عند نقطة اتنين طلعت اهو بوينت تلاتة تلاتة في سبعة وشر في ستة انا طلعت هنا وقلت لك الرسم ان انا باخد خط ميل بزاوية بيتا طلعت هنا الاي لو عايز تركز الفورس ادي الاريا او الاي بالنسبة لي هتساوي نص الاي اتنين في الارتفاع قلنا في سين الزاوية المتممة لزاوية بيتا ده طبعا اي حساب مسلسط مش اكتر مش اي حاجة صعبة هنا بالنسبة ادي ده جزء بالنسبة لي الاول هنا خلاص خلصنا مين خلصنا الجزء ده ده في حالة لو هو الحالة اللي هي بتاعت الاكتف اخدنا دلوقتي الحالة الكيز رقم تلاتة الحالة الاكتف اذا اخبرنا اب Huhanaittية حالة الباسف ايسا باقي مش ارتفع بو الصابع والل كي باسف اختفع بشارك في حالةétais بدلا تكلفعها beneath فى المقام بالنسبة لي هناك كاند مجب جانب هنا سالب اتحدث 含 القانون آمن فوق شوية. لو طلعت اهو بالنسبالي. ادي القانون بالنسبالي ودي هنا القانون تحت بالنسبالي. المهم ان هو الkey ايه اللي هتختلف بس برده. بدل K اكتف وki باسف وهقولك في الرسم اللي هختلف. تعال بقى ينكمل. تعال بقى تعال na هاخد نفس المثال بس ده بهل كمين بالك باسف. ادي هنا رسمت الرسمة. جاب لي ادي الحيطة بالشكل ده. وقال لي طبعا احنا اقولنا الحيطة تكون ميلة يعني شيل الخط ده ويقب حيطة بالنسبالي حيطة ميلة تمام ودي هنا تحت إيه اللي هيختلف بس والله ما في حاجة تختلف ودي خطة هولي كان مفروض يعتبر خط عمل كده في التربة بالنسبالي كل اللي هتعملو هتقول إن ال i عند نوطة واحد بزيرو مفشي حاجة ال i عند نوطة اتنين بقى تعال ناخد ال i عند نوطة اتنين احنا قلنا ال i عند نوطة اتنين هتساوي الكي باسف ما انا قلت لك في الجاما بلك مضروبة في الاتش كلها الكي بس في كان هو طلعناها 2.61 تمام هناك في الكي اكتف كنا طلعناها 0.38 من القانون اللي احنا ايه من القانون اللي احنا شغالين بي دلوقتي وتضرب في الجامبالك اللي هي بالنسبالي 17 مضروبة في الاتش اللي هي كان بالنسبالي اللي هي 6 بص بقى في رسمة الضغط بس هو الرسم اللي اختلفش اكتر لما تجي ترسب الضغط انت كل الفكرة بدل في الاكتف انك بتطلع اللي كنا بنطلع لفوق قالك لا احنا هنا هننزل خط المين خط التحت شوي وبعدين تروح راسم قد المثلث بالنسبال يبا هو دي مين هو ده المثلث او رسمة اللاترال ايه اللاترال ايرس بريجر لو انت خدت بالك اهو القيمة بالنسبالي بالشكل ده وفي الحالة دي الفورس بالنسبال لنا لما تيجي تعملها بص ايه لا يختلف برضو الفورس بدل ما هتوبة نزلة بالشكل ده انا كتوبة ميلة كده بالنسبالي قد اتجاه الميل بتاعها وقيمة الفورس هيبا عبارة عن نص القاعدة بالنسبالي اللي هي اتنين في الارتفاع اللي هو بستة قالك هتضرب في صين قلنا بدل ما تسعين نقص بيتا هنا هتوبة تسعين مين تسعين زائد بيتا بس هو ده الاختلاف الوحيد بين الاتنين ودي الشكل ادي اتجاه الكوة جاي كده اتجاه الكوة جاي كده لكن لو بصيت على اللي فوق اتلاقي اتجاه الكوة بالنسبالي جاي بالشكل ده اللي هو جاي كده ميل كده تماما كده خلصنا الكيز رقم اتنين يعني خلصنا الكيز رقم اتنين تعالى ناخد الكيز رقم اربعة في حالة وجود مياجة وفية وهنشوف دي اخر حالة هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى ناخد الكيز رقم اربعة ننزل تحت شوية ادي هنا الكيز رقم فور رقم اربعة بالنسبالي ادي هنا جاب لي حيطة برضو نفس الكلام طلع شوية فوق جاب لي حيطة بالنسبالي بس هنا قال لي يا شباب عندي قال لي هنا في منسوب مية تعالى نشوف هنتعامل معها ازاي وهقول لك الابشانات كلها والداري هنا برضو الفاي بتلاتين برضو احنا ماشيين بنفس السيكونس ودي الجاما بلق بسبعتاشر تخيل بقى انا بقى هعمل ايه هروح مزاودي عمس هنا فوق من عندي ادي قيمته خمستاشر من عندي يعني تماما وهشغل برضو الكالكوليتور مع بحيث ان احنا نشوف هنتعامل معها ازاي في المسألة تمام تعالى بنكبل وهنا رحم الديني طالما انت تحت الارض ادي الداني او تحت الجراوند وترتيبول الداني الجامس تيوريتد مثلا بعشرين والداني الارتفاعات دي ان هنا الاتش مثلا باتنين والاتش هنا بكامب بربعة متر وقال لي احسب لي المسألة دي طبعا يا نفس المسألة دي بس انا روح تمزود سر تشارج فوق من عندي ونشوف هنتعامل معها ازاي السؤال هنا اول سؤال في المسألة انت عندك تربة ولا تربتين امت اقول تربة وقوموا تربتين قالك لو البروبيرتس بتاعت التربة اللي هي الفاي او السي اتغيرت يبا اقول تربتين انت لو انت بصيت في المسألة اللي قدامك انا ما عنديش غير فاي واحدة يبا بالنسبالي دي تربة ولا تربتين قالك لا تربة واحدة بسي طبقتين يبا ايه تربة واحدة بسي طبقتين طبقة فيها مية وطبقة فيها مية يبانا دلوقتي بتعامل مع تربة واحدة لان انا عندي فاي واحدة في المسألة وعندي طبقتين في المسألة بتاعتي اللي هي طبقة مية وطبقة فيها مية بالنسبة لي فانا بالنسبة لي هتعامل على الاساس ده دي اول استيب انت تخيل انت عارف امتى اقول تربتين لو لاكن راح هنا مداني قيمة سي برقم او راح مديني سيبك مش سي مثلا دلوقتي عشان ايه هتيجي في حالة تانية بعد كده راح مديني فاي هنا تحت برقم تاني اصبح دلوقتي بدل ما عندي تربة عندي تربتين لان الفاي بتاعت التربة اتغيرت فبالتالي البوربيرس بتاعت التربة اتغيرت لكن هو هنا في المسألة مديني تربة واحدة فخلاص انا بالنسباني هشيل الفاي اللي قدامي كده واتعامل مع المسألة داني ستيب يا شباب هنعملها ان انا هحدد النقط اللي انا هحسب عندها قلتلك احنا بنحسب عند ايه تغير ادي في بداية يبا دي نقطة وهنا عند تغير هنا نقطة اتنين وهنا تغير يبا نقطة كم نقطة تلاتة لان انا عندي تربة واحدة وبالنسباني كام طبقتين فانا عملت في ايه تغير بين тобой حطيت عنده ثانية خطوة هنحسب الكاكت beta الكاكتف برضو هتساوي طولت لان انا بالنسباني البصري بالنسباني خلاص طولت اللي هو 1 نقص صين في على 1 زيت صين في لو قلتلك احسب يا باشا الباسف بالنسباني كل اللي هيختلف بدل ما كاكتف هتساوي كي ايه كى استردсон في بس صعبة دي؟ تعال بقى نرجع للمسألة بتاعتنا تعال نكمل بقى مع بعض انا حسابت هنا مين؟ الكي اكتف لو قالك ان الحالة احسب لي الباسف كل اللي يختلف بس في المسألة بدلا الكي اكتف هتساوي مين؟ هتساوي كي باسف معايا في المسألة تمام تعال بقى نشوف هنتعامل ازاي في الحسابات كده حسابت الكي اكتف تعال نحسب الضغط عنده نقطة واحد نقطة واحد انت سؤالك يا شايلة ايه؟ احنا اقول لها شايلة السيرتشارج يبقى هتدرب الكي اكتف مضروبة في كيمة السيرتشارج اللي هو الكيو بخمستاشر يعني طلت بالنسبالنا لو بالنسبالي طلت مضروبة في خمستاشر فانا بالنسبالي هتساوي كام؟ خمسة كيلو نيوتن على المتر مربع تمام؟ يبقى ادي ايه مين؟ ايه رقم واحد تعال نحسب الضغط عنده نقطة اتنين طب نقطة اتنين هي شايلة الضغط عنده نقطة واحد بلس كي اكتف مضروبة في الجاما بلق مضروبة في اتش واحد لان انا بتكلم في الطبقة مين؟ في الطبقة الاولى اللي هي كيمتها كيم اتنين متر يعني انت لو جيت عوضت هتقول هنا خمسة بلس طلت تمام؟ مضروبة في الجاما بلق بالنسبالي اللي هي سبعتاشر مضروبة في الارتفاع اللي هو بكيم؟ اللي هو باتنين بالنسبالي تمام؟ لو انت جيت حسبت على الكالكولياتور بالنسبالي قلت اهو خمسة خمسة بلس بالنسبالي اهو شغلت ادي طلت بالنسبة لي على مضروب فين يا شباب مضروب هنا في القيمة القيمة بكام في 17 ضرب بالنسبة لي مضروب هنا 17 مضروب في كام مضروب هنا في القيمة اللي هي 2 بالنسبة لي فانت هنا هتطلع القيمة بالنسبة لي هنا هتطلع بكام بالنسبة لي طلع 16.33 فالقيمة هنا 16.33 عشان نشوف هنتعامل مع المسألة ازاي بعد كده تعال بعد كده ننزل تحت شوية نحسب ال-E عند نقطة 3 وركز بقى معاه في ال-E عند نقطة 3 عشان ال-E عند نقطة 3 دي مهمة جدا تعال نحسب ال-E عند نقطة 3 نقطة 3 ايه؟ شايلة ال-E عند نقطة 2 شايلة اللي قبلها مضروب بقى ايه؟ انت دلوقتي بقيت تحت المال احنا خدنا احنا كل شغلنا يعتبر على ال-E effective stress فال-E effective stress الجاما اللي بتوبة تحت المية بتكون Gama Submergent احنا خدنا السنة اللي في اتت كنا بنضرب لما كنا بنضرب لما كنا بنجيب ال-E vertical stress تحت المية كنا بنقول الجاما Submergent في الارتفاع بتاعها فانا لما اجي عند نقطة 3 لازم اضرب في ال-E active لان انت قريدي دلوقتي بقيت تحت المية مضروبة في الجاما لما تجي تشتغل هتقول Gama Submergent لما تجي تشتغل هتقول Gama Submergent اللي انت شغال عليها بالنسبة لها مضروبة في ال-E active اللي هو رقم كام H2 دلوقتي اللي هو كمتو باربعة بس ده مشكلة ده كده بالنسبة لي option تمام اوقات اوقات يا شباب في E 3 انا ممكن ادخل ضغط المية معايا بس ممكن خلينا في البداية كده ان انا هنحسب ضغط المية لوحده وان شاء الله بعد كده نتعلم زي ممكن ندخل ضغط المية في الكيمة دي فانتقينا لما تجي تعود ال-E عند نقطة 2 كانت 16.33 مضروبة بالنسبة لي الجامة سبمرجد انا عارف انه الجامة سبمرجد اللي هي Gama Saturated ناقص كسافة المية اللي هي بكام اللي هي ب10 هيلو نيوتن على مين على المتر المربع مضروبة في الارتفاع اللي هو بكام اللي هو بالنسبة لي اللي هو 4 لو انت كده جبت قيمة ال-E 3 لو جيت حسبتها بالكلام هنا يا شباب تعالي هنتكلم نرجع تاني بس ادي هنا 16.33 تمام دي اللي هي E بالنسبة لي E 2 plus ال-K active اللي هي بالنسبة لي كانت قيمة مضروبة في الجامة اللي هي 20 ناقص 10 اللي هي قلنا جامة سبمرجد في القيمة اللي ارتفاع اللي هو بكام اللي هو 4 تعالي نحسبها بالكالكوليتور بالنسبة لنا هتطلع معاك القيمة بالنسبة لي 29.53 16.33 plus اللي هو 3.33 مضروبة في الجامة سبمرجد اللي هي بعشرة اللي هي 20 مينس 10 مضروبة في الارتفاع وبتطلع 29 وكام 29.5 انا جبت القيم كده دلوقتي مفروض طبعا طالما في عندي مية مفروض لازم تحسب قيمة ضغط المية معايا برضو ضغط المية مفروض كسافة المية في ارتفاع المية كسافة المية طبعا ما بياخد شي كي يعني خلي بالك ان عندنا ضغط المية ال-Vertical هو ال-Aurizontal فانا بالنسبالي جاما ووتر اللي هي بالنسبالي بعشرة فارتفاع المية باربعة فانا بالنسبالي يديني كام 40 خلي بالك انا ممكن في الحالة دي ان انا دخل ضغط المية في قيمة E3 يعني هنا ممكن اقول E3 بتسوي EW او E2 زائد الكي اكتف في القمصة بمرشد في H2 زائد جاما ووتر في H2 ويبقى قيمة واحدة تتحسب تمام او ممكن تحسبها لوحدها براحتك فخلينا نكمل المسألة تعالى نرسم بقى توزيعة ال-Aurizontal يعني صغر كده تعالى نرسم توزيعة ال-Aurizontal على الجزء ده انا وليكن هرسم على الخط ده اول حاجة كانت قيمة 5 يبقى هنا قيمة 5 وبعد الخامسة زائد بقت 16.33 وبعد 16.33 بقت بقى بالنسبالي اللي هو 29.5 وطبعا مسلس ضغط المية لو انا مساحت الكلام ده دلوقتي مسلس ضغط المية لان انا عارف ارتفاع المية يا شباب بيبدأ من اول الجراوند هو ترتيبه لغاية نهاية الطبقة اللي انت بتحسب بعد ده فانا ارتفاع المية بالنسبالي كام 4 متر فطبعا البداية هنا بال-Zero وضغط المية هنا بكام باربعين بالنسبال ده E رقم 3 وده E رقم 2 او ده رقم 2 وده E رقم كام E رقم 1 الحالة دي بقى يا شباب هنحبقي انت عايز لو انت عايز تركز الكوة ده بالنسبالي هيتوزع مستطيل ومسلس وهنا برضو مستطيل ومسلس ده هيوبا كامتو E 1 وهنا ده هنا كامتو E 3 بالنسبالي وهنا ده كامتو E 4 وكمان ده هيوبا كامتو E5 بالنسبالي أو E 3 مش هتفرق بالنسبة reclaim my force الى قدامك واحدة واحدة اطها اتعلم اكيف احسبها الموضوع سهل جدا اول حاجة اكبر شوية اهو لوالت عايز تطلع ال E عند نقطة واحد E واحد بالنسبة لي ده مالو ده مستطيل مستطيل كيمتو اللي هو ığın ارسي برجان عنده واحد مضروبه في الارتفاع الواتنين لان ده بالنسبة لي مادي مساحة المستطيل تب والE عند نقطة اتنين او ال E تنين بالنسبة لي ده مساحة مسلس نص القاعدة بتاعته هي اي 2 زي ما احنا تعلمنا مينس اي واحد في الارتفاع اللي هو باثنين اللي هو انا عايز اجيب مساحة المسلس ده مساحة المسلس ده فمساحة المسلس ده بالنسبة لي هي نص القاعدة دي بتسوي كم قالك القاعدة دي بتسوي اي 2 ناقص اي واحد مضروفة في الارتفاع اللي هو باثنين تعال نجيب بقى اي 3 اي 3 اللي هي مساحة المستطيل ده طب مساحة المستطيل ده اللي هي عبارة عن اي 2 مضروبة في الارتفاع اللي هو كله رقم كام اللي هو بالنسبة لي رقم اربعة تعال بقى نجيب المساحة اللي هي رقم اربعة بالنسبة لي ال اي رقم اربعة هي مساحة المسلس اللي قدامك ده مساحة المسلس ده طيب ما مساحة المسلس ده يعتبر نفس الكلام في مساحة المسلس اي اتنين اللي هي نص القاعدة بالنسبة لي اتب عبارة عن اي تلاتة ماينس اي اتنين في الارتفاع كله اللي هو بكام اللي هو باربعة بالنسبة لي اللي هو الارتفاع رقم كام اللي هو رقم 4 كده خلصنا الـ E4 لو عايز تجيب الـ E-Water بالنسبالي ضغط المياه مساعة ضغط المياه اللي هو نص القاعدة بالنسبالي اللي هي قيمة الـ E-Water اللي هي بـ 40 في الارتفاع اللي هو بـ كام اللي هو بـ 4 كده حسبنا مين حسبنا Lateral Earth Bridger تمام كده يا شباب مفروض ان احنا وضحنا الحالات المختلفة خدنا 4 حالات دلوقتي قدامي هذه الصورة خدنا الحالات المختلفة الكيز رقم 1 وبعدين تكلمنا على الكيز رقم 2 وبعدين اتراكنا لو انا عندي اللي هو الردم ميل وبعدين خدنا لو انا عندي في منسوب المياه الجوفان